بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات نبدأ اليوم في دروس الوحدة الثالثة بعنوان ضرب العدادة الكلية والعشرية وقسمتها درسنا اليوم هو بند ثلاثة واحد بعنوان حساب ذهني خصائص عملية الضرب سوف نتعلم في هذا الدرس كيف أن استخدام خصائص وخصائص عملية الضرب يساعدك على الحساب ذهنيا أوجد ناتج 2 ضرب 38 ضرب 5 تذكر أن خصائص عملية الضرب هي كالتالي أولا الخاصية الإبدالية ماذا نعني بالخاصة الإبدالية؟ إن التبديل في ترتيب الأعداد المضروبة لا يغير ناتج الضرب أي أن 5 ضرب 20 هي نفسها 20 ضرب 5 عند التبديل لا يتغير الناتج الخاصية الثانية هي الخاصية التجميعية ماذا نعني بالخاصية التجميعية؟ إن التبديل في تجميع الأعداد المضروبة لا يغير ناتج الضرب أي في هذا المثال عندما نغير مكان الأقواس فإن الناتج لا يتغير خاصية العنصر المحايد أي أن ناتج ضرب أي عدد في الواحد يساوي العدد نفسه عندما نضرب أي عدد في الواحد نلاحظ أن الناتج هو العدد نفسه إذن الواحد يسمى عاملا أو عنصر محايد خاصية الضرب في الصفر إن ناتج ضرب أي عدد في الصفر يساوي صفر دائما عندما نضرب أي عدد في الصفر نلاحظ أن الناتج هو صفر هذه تسمى خاصية الضرب في الصفر الخاصية التوزيعية إن ضرب أي عامل في مجموعة من الأعداد المضافة يعطي ناتج الضرب نفسه عند ضرب العامل في كل عدد من الأعداد المضافة ومن ثم جمع النتائج بمعنى آخر عند توزيع الضرب على الجمع نلاحظ أن الناتج لا يتغير هنا 6 ضرب 5 زائد 4 قمنا بتوزيع عملية الضرب على عاملية الجمع 6 ضرب 5 زائد 6 ضرب 4 فإن الناتج لا يتغير إذن هذه تسمى خصائص عملية الضرب سوف نستخدم هذه الخصائص في حل مسائل الضرب كما يلي في درس اليوم الآن لدينا المسألة التي تقول 2 ضرب 38 ضرب 5 سوف نحل هذه المسألة باستخدام هذه الخصائص في البداية لدينا 2 ضرب 38 ضرب 5 نلاحظ أن 38 ضرب 5 نقوم بالتبديل باستخدام الخاصية الإبدالية فستصبح المسألة 2 ضرب 5 ضرب 38 قمنا بتبديل العاملين 38 ضرب 5 أصبحت 5 ضرب 38 هذه تسمى الخاصية الإبدالية الآن سوف نغير مكان الأقواس فنضع القوسين على 2 ضرب 5 لماذا؟ لأن هذين العددين هما عددين مناسبين حاصل ضربهم يساوي 10 فسوف نستخدم العملية أو الخاصية تجميعية فتصبح بهذا الشكل 2 ضرب 5 الآن يساوي 10 10 ضرب 38 الناتج هو 380 إذن هذه الخاصية تسمى الخاصية التجميعية تغيير مكان الأقواس يسمى الخاصية التجميعية تدرب 1 السؤال يقول استخدم خصائص الضرب مع خطط الحساب الذهني تبسيط كل مما يلي المسألة رقم علف تقول 4 ضرب 23 الآن المطلوب هو حل هذه المسألة باستخدام خطط الحساب الذهني أيضا استخدام خصائص الضرب 4 ضرب 23 تساوي نلاحظ أن 23 نستطيع تفكيك هذا العدد إلى 20 زائد 3 وبالتالي سوف تكون كالتالي 4 ضرب 20 زائد 3 الآن سوف نقوم نلاحظ أن داخل القوسين يوجد لدينا عملية جمع وخارج القوس يوجد لدينا عملية ضرب إذن سوف نقول بعملية توزيع الضرب على الجمع 4 ضرب أولا 20 زائد 4 ضرب 3 الآن سوف نقوم نقوم بإيجاد ناتج كل قوس على حدة 4 ضرب 20 الناتج يساوي 80 سائد 4 ضرب 3 الناتج يساوي 12 خطوة الأخيرة نقوم بجمع 80 زائد 12 ويساوي 92 في الفقرة باء المسألة تقول 2 ضرب 5 ضرب 56 نلاحظ أن جميع العمليات هنا ضرب ففي البداية سوف نقوم بتغيير مكان القوسين باستخدام الخاصية الجميعية إذن نضع القوسين على 2 ضرب 5 ضرب 56 2 ضرب 5 ناتج هذا الضرب يساوي 10 عددين مناسبين ضرب 56 دائما عندما نضرب في مضاعفات العشرة نضع الصف ثم نضرب 1 ضرب 56 56 أصبح الناتج 560 تدرب 2 السؤال يقول أوجد قيمة نون واذكر الخاصية التي يستخدمها لكل مما يلي إذن المطوب هو إيجاد قيمة نون الفقرة على فتقول المسألة 3 ضرب 5 زائد 3 إذن 3 ضرب داخل القوسين 5 زائد 3 نلاحظ أن داخل القوس العملية جمع وخارج القوس عملية الضرب إذن مبدئيا سوف نقوم باستخدام الخاصية التوزيعية توزيع الضرب على الجمع إذن سوف تصبح 3 ضرب 5 أولا زائد 3 ضرب 3 إذن النون هنا قيمة واكما سوف تكون 3 والخاصية التي تم استخدامها هي الخاصية التوزيعية الفقرة باء نلاحظ أن المسألة تقول 4 ضرب 6 ضرب 7 نلاحظ أن جميع العملية الضرب إذن نستطيع استخدام الخاصية التجميعية التي هي تغيير مكان الأقواس نضع القوسين على 4 ضرب 6 ضرب 7 فالنون قيمتها سوف تكون هنا بالفعل 6 إذن في هذه الفقرة تم استخدام الخاصية التجميعية تمرّا السؤال يقول أكتب مثالا عدديا يبين الخصائص التالية لعملية الضرب رقم 1 خاصية العنصر المحايد المطلوب هو ضرب مثال يبين هذه الخاصية كما قلنا سابقا أن خاصية العنصر المحايد هي الضرب في الواحد إذن 3 ضرب 1 بالفعل يساوي 1 لماذا؟ لأن الواحد هنا يسمى عنصر محايد رقم 2 الخاصية التوزيعية بالمثال يقول الخاصية التوزيعية معناها توزيع الضرب على الجمع إذن 7 ضرب هنا داخل القوسين عملية جمع وخارج القوس عملية الضرب نقوم بعملية التوزيع 7 ضرب 10 أولا زائد ثم 7 ضرب 2 الخاصية الإبدالية كما قلنا هي عملية التبديل نلاحظ داخل القوسين هنا 7 ضرب 25 تساوي 25 ضرب 7 إذن قمنا بعملية تبديل عاملية الضرب فإن الناتج أيضا لا يتغير رقم 4 خاصية الضرب في صفر معناها أن دائما عندما نضرب أي عدد في الصفر الناتج يكون صفر مثال 17 ضرب صفر الناتج يساوي صفر الخاصية التجميعية كما قلنا هي تغيير مكان الأقواس نضع الأقواس على العدد المناسبة 4 ضرب 25 ضرب 7 نلاحظ أن القوسين هنا على 25 ضرب 7 فنقوم بتبديل عملية المكان القوسين فنضعهما على 4 ضرب 25 لماذا؟ لأن هذين العددين عددين مناسبين حاصل ضربهما معروف يساوي 100 استخدم خصائص الضرب مع خطط الحساب الذهني لتبسط كل مما يلي فقرة 6 السؤال يقول 31 ضرب 45 ضرب صفر نلاحظ أن هنا قمنا بالضرب في الصفر دائما عندما نضرب أي عدد في الصفر نلاحظ أن الناتج سوف يكون صفر وذلك حسب خاصية الضرب في صفر فقرة 7 تقول 2 ضرب 5 ضرب 19 نلاحظ أن جميع العمليات هنا ضرب فنقوم بتغيير مكان القوسين على العدد المناسبة فنقوم بوضع القوسين على 2 ضرب 5 حساب الخاصية التجميعية 2 ضرب 5 هنا عدد مناسبة حاصل ضربهما يساوي العشرة 10 ضرب 19 الناتج هو 190 أوجد قيمة نون واذكر الخاصية التي استخدمتها لكل مما يلي إذن المطوب هنا قيمة أولا قيمة نون ثم نذكر الخاصية التي قمنا باستخدامها 13 ضرب نون يساوي صفر دائما إذا كان الناتج صفر معناها أننا قمنا بالضرب في الصفر إذن النون هنا قيمة تساوي الصفر هذه الخاصية تسمى خاصية الضرب في صفر كما قلنا فقرة 17 المسألة تقول 8 ضرب 2 زائد نون نلاحظ أن داخل القوسين عندنا عملية جمع وخارج القوس عملية ضرب إذن هنا سوف نستخدم عملية التوزيع أو خاصية توزيعية 8 ضرب 2 زائد 8 ضرب 7 إذن قيمة النون هنا هي بالفعل 7 إذن هنا قمنا باستخدام الخاصية التوزيعية الفقرة 18 السؤال يقول 24 ضرب نون تساوي 9 ضرب 24 نلاحظ أنه قمنا هنا بالتبديل 24 كانت في البداية أصبحت في النهاية إذن النون قيمتها بالفعل 9 هنا استخدمنا الخاصية الإبدالية فقرة 19 54 ضرب نون يساوي 54 نلاحظ أن الناتج لم يتغير 54 ضرب نون تساوي 54 الناتج لم يتغير معناها أن النون هذا هو عنصر محايد والعنصر المحايد في عملية الضرب هو الواحد حسب الخاصية التي تقول أن العنصر المحايد دائما في الضرب هو الواحد الصحيح إلى هنا نأتي إلى نهاية الدرس نستودعكم الله على أمل أن نراكم فيه درس جديد بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة